نحن لا نرى مستقبل للأسد في سوريا حتى وإن انتصر على المعارضة في حلب ليس هناك انتصار في قصف مستشفيات أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية وينتهاء بالسيطرة على 40% فقط من أراضي الدولة وتدمير نصفها وتشريد الملايين إضافة إلى قتل الآلاف وهذا ليس انتصاراً ونحن لا نرى مستقبل لسوريا مع الأسد المترجم للأسد في سوريا مع الأسد في سوريا